ماذاكم عاملين ايه يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة كده ومشرقين ومنورين دايما النهاردة هعمل لكم في سيزن 2 اول حلقة من سيزن 2 من البروجرام هعمل لكم ماسك طبيعي لأنتي برينكل او مضاد للشيخوخة والتاجعات كلنا مش عايزين نعجز واللي اكتشفتوا حاجة هيلة 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 الماسك ده بجد من اول مرة هتحسوا ان بشرتكم موضوع تاني الناس اللي بتعاني من البقعة الغمقة الناس اللي عايزة تأجل ظهور التاجعيد او الناس اللي قرازي ظهر عندها تاجعيد وعايزة شكلها يبقى احسن الماسك ده ركزوا معايا جدا طيب ده ارع العسل طبعا الفترة دي السيزن بتاعه ده ده اليقتين او بامكن اليقتين باللغة العربية الفصحة وابامكن ده بالانجليش وقرع عسل ده اللغة الدرجة بتاعته الفكهة دي تعتبر يعني من احسن 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 الحاجات اللي للجلد وفي فيديو هتلاقوه ومنازل اللينك بتاعه سيدنا يونس عليه السلام لما طلع من بطن الحوت نزلت له آية ان هو يحط اليقتين على جلده من كتر جماله وفويده ركزوا معايا الماسك ده النهاردة اللي هنعمله عبارة عن ارع العسل ارع العسل لو تعرفوا الناس اللي لها في المطبخ قوي هتعرف ان هو جامد في تأشيره في تقطيعه في هرسه في كده فالناس اللي تعرف تعمله تعمله جدا برافو عليهم هتبقى ست بيت شطرة الناس اللي ما بيعرفوش يتعاملوا معاه يجبوه متقطع فيه ستات اللي هم بيعملوا المشاريع البسيطة بتاعتهم انه هم مثلا تبقى بتبيع خضار فتقطع تقور الكوسة تنظف الخضار بتلاقي عندهم ارع العسل ده عاملينه مكعبات بس هو ناشف قوي 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 احنا عشان نستخدمه في الماسك ده الكيس ده يكفينا كثير جدا احنا عشان نستخدمه في الماسك لازم يبقى بري زي البوتوتس البرية يبقى يتهرس كده عشان يدخل في الماسك اسهل فانا عشان نعمله بري او يبقى زي البطاطا كده اوكاي بنعمل ايه بالتخليف الفرن سواء فرن الكهرباء او فرن البتاجاز الكبير تلت ساعة اوكاي وبعد التلت ساعة دي هتلاقيه بالطريقة دي طري زي اكين و بطاطا اوكاي ده اول مكون من مكونات الماسك البامبكن او اليقتين او قرع العسل وده مليان فيتامين اي و اي دول سي و اي دول بيشتغلوا مع بعض الاثنين انتي اكسدنت و انتي ايجينج الاثنين مضادين للتجعيد و مضادين للشيخوخة و مضادين للأكسادة زي التفاحة اللي بقولكم عليها لما نقطمها و انسبها بتسود ده مضاد للسواد او الغمقانس فجأة كده تتلاقي وشك مضل مش عارفة دي الأكسادة اوكاي ده اول مكون تاني مكون عسل النحل و فوائده و فيتاميناته اللي ملهاش اول ولا اخر و تالت مكون معانا زبدة الشيخة اللي انتو عارفين فوائدها قد ايه زبدة الشيخة السفرة اللي هي مليانة فيتامينز اكتر و رو و فيها ريحة السماكت او فيها ريحة تدخين كده ده مليانة فيتامينز و فيها فيتامين اي و اي و فيها حاجات مضادة للأكسادة هيلة جدا زي طبعا قدرتها الهيلة على الترتيب انا عاملة حمام مية دافية لزبدة الشيخة عشان تبقى سهلة معايا بصوا الماسك ده يعني اعملوه انتي و اختك بقى او اعملوه نص الكمية انا انا عاملة كمية دي تكفي تلاتة انا و اختي و صاحبتي تلات ماسكات و never 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 to neglect الرقبة والديقلتي اي ماسك بنحطه الوشينا بنحطه رقبتنا و لي منطقة الصدر دي عشان المنطقة دي من اكتر المناطق اللي بتعجز فمش عايزين يبقى وشينا حلو والرقبة بايزة اوكي انا حطيت تلات معالق تقريبا كبار من زبدة الشيخة و هحط كمان حطة عشان انا بحب اكتر زبدة الشيخة خصوصا في الماسكات لان هي بتبقى هيلة و عفيها قوة ترتيب تجنن و فيها فيتامين اي و اي و كي و جي اللي هما بيجددوا الخلايا بيساعدوا على تجديد الخلايا دول اول مكوينين حطناهم وبعدين نيجي بعد كده هنحط عسل النحن اوكي انا بحب اكتر الناس اللي بتسألني المقادير قد اي بصوا ريشي وان تو وان تو وان يعني هتحطي مثلا نص كوباية من زبدة الشيخة يبقى نص كوباية قرع عسلي و نص كوباية عسل و هكذا كوباية يبقى كذا على حسب الكمية اللي انت عايزاه انا دلوقتي اشغل الكبه انا بوسطها ماما الحقيه وقعتها في احد الماسكوت فبقى لها تكنيك كده لازم ايه تشتغل الماسكوت دلوقتي بقى جاهز وهي بقيتها بازت يارب ماما تتفرجش على الفيديو اوكي ده بقى ببشاكله النهائي ده بيتساب تلت ساع على الوش بعد كده بيتغسل ده هيكفيني انا واحدة صاحبتي واختي تلاتة هنحطوا فين على وشنا على رقبتنا على الديكولتي اي ماسك حتى للوش ياريت ما ننساش الرقبه وما ننساش الديكولتي واي كريم ليه الوش برضو ما ننساش الرقبه والديكولتي اللي اتنين بيتدول بيتحس بو زي الوش وبيتعاملوا معاملة الوش مش قابلة اقول لكم على التراوة اللي انتو هتحسوها لبشرتكم واي قد ايه بقت منتعشة ده ماسك انستنتلي بيديكم فرق هايل واتمنى تعملوه وتدوني فيدبعك لو عندكم اسئلة اكتبوها تحت الفيديو واستنوا الفقرات التانية سيزن 2 من البروجرم فيها يبقى فقرة عن الفاشن وازاي نجدد دولبنا بافكار ولا اي حاجة اشتركوا في القناة